السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخوة الكرام في الفيديو جديد كيف قد عرفوا كثير من الناس يعتقدوا انه عند الشغيل المكيف على درجة حرارة 17 او 18 مئوية فان المكيف سوف يشتغل بقوة افضل من شغيله على درجة 24 مئوية ففي الحقيقة كلتا الحالتين يشتغل المكيف بنفس القوة ويتم انتاج نفس البرودة وللتوضيح اكتر فانك عند دبتكالي المكيف على درجة 17 مئوية فلن تبرد الغرفة بشكل السرع فيما لو تم ضبط المكيف على درجة حرارة 24 او 25 لان قدرة جهاز المكيف تابيطة فعندما تكون درجة الحرارة الخارجية 40 درجة مثلا وثم تدبط المكيف على درجة 24 فسوف يشتغل ضغط المكيف او الوحدة الخارجية حتى تصل درجة حرارة الغرفة الى 24 ومن ثم تفصل الوحدة الخارجية ويرتاح المكيف وترتاح الوحدة الخارجية او التاغت ويشتغل مرة اخرى عندما ترتفع درجة الحرارة في الغرفة الى ما فوق ال 24 اما عندما تقوم بضبط المكيف على درجة منخفضة مثلا كسبعة عشر او 18 درجة وتكون درجة الحرارة في الخارج تقريبا 40 او اكتر فضبطك للمكيف يعتبر خاطئا حيث لن يستطيع اي مكيف ان ينزل درجة حرارة الغرفة الى 18 درجة وفي الخارج 40 درجة بل سوف يبقى محرك المكيف يعمل بلا توقف وهذا سوف يسبب ضرر للمكيف مع الوقت وكذلك لاستعلال الطاقة اذا اعجبتكم اخواني هذه المعلومة انا مرجو الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد وكذلك اتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء لتعمل فائدة